قبل نحو نصف قرن وقع الفلسطينيون والأردنيون مع الجانب الإسرائيلي عدة اتفاقيات سلام وبرعاية أمريكية كان يفترض أن تفضي هذه الاتفاقيات لقيام دولة فلسطينية تكون هذه حدودها الشرقية مع الأردن لكن اليوم ها هو وسيط السلام الأمريكي يبحث مع الجانب الإسرائيلي آلية ضم هذه المناطق إلى إسرائيل ما يعني ضرب جهود قيام الدولة الفلسطينية أبو إياد مزارع من منطقة الأغوار يواجه مستقبلا مجهولا فلا يدري ما هو مصيره ضمن خطة الضم الإسرائيلية إن كان الترحيل أو التوطينة أم مصادرة أرزاقه والله سميعنا نحن في ضم الأغوار يعني والناس مشغولين تعارف يعني معظمها مشغولي في شغلها وفي عملها وفي كوت يومها يعني ما شوي الوضع مسمحشنهم يفكروا في الشي الثاني يعني ومثل أبو إياد آلاف من من أرهقهم الحاضر وهمومه اليومية فعكفوا عن التفكير في المستقبل أما القيادة السياسية فتدرك تماما معنى تنفيذ خطة الضم الإسرائيلية محاولة إسرائيل تدمير المشروع الوطني الفلسطيني تدمير إمكانية قيام دولتين أو حتى التوصل الاتفاق التفاوضي في يوم من الأيام بين الجانبين على أساس من الدولتين وهذا يعني فرض قواعد جديدة تكون فيها هناك دولة واحدة بنظامين لا تجد القيادة الفلسطينية سوى الاستنجاد بالقوانين الدولية والجهود الدبلوماسية للضغط على إسرائيل والتلويح بقلب الطاولة والعودة إلى ما قبل ثلاثين عاما إلى نقطة الصفر في الصراع مع إسرائيل عبد الحفيث جعوان العربية لراضي الفلسطينية